أفدت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر المطلع بأن حركة حماس أبلغت الوسطى بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام وقال المصدر المطلع إن الحركة يمكنها إطلاق صراح محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الألية المتبعة وفي السياق المتصل قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مارزوق إنه سيتم إطلاق محتجزين روس خارج إطار صفقة التبادل هذا قد تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء المحتجزين الذين تعتزم حركة حماس إطلاق صراحهم ضمن الدفعة السادسة في وقت لاحق اليوم بموجب الهدنة التي تشارف على الانتهاء ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مكتب رئيس الوزراء بن يمين نتنيهو أنه تم إبلاغ عائلات المدراجين في القائمة بقرب الإفراج عنهم دون تقديم مزيدا من التفاصيل وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مفاوضات تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز عشرة أيام وإطلاق صراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بمن فيهم الجنود مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تدخل الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يومها السادس مع ترقب تبادل الدفعة السادسة من الأسرى والمحتجزين بعد أن شملت الدفعة الخامسة ثلاثين فلسطينيا من النساء والأطفال تم تسليمهم مقابل عشر محتجزات إسرائيلية وإثنين من الرعاية الأجانب بحسب اتفاق الهدنة وفي بتوانيا بالدفعة الغربية المحتلة تم استقبال عدد من الأسرى في أجواء من البهجة وكانت في استقبالهم حشود رفعت أعلام الفصائل الفلسطينية الأسرى الذين عادوا أدلوا بروايات عن التنكيل بهم وتكسير عظام بعضهم وتركهم دون علاج أو رعاية وفي حالة صحية متدهورة أما الصورة على الجانب الآخر فكانت مغايرة فقد شملت رعاية الفصائل الفلسطينية جميع المحتجزين فعادوا في صحة جيدة بشهادة أطقم طبية إسرائيلية ولأول مرة يتم تسليم المحتجزين ضمن مجموعة مشتركة بين القسام وصرايا القدس منذ بدء اتفاق التبادل ومن اللافت للنظر ظهور عناصر المقاومة الفلسطينية في كامل عتادهم ما أثار صدمة وسائل إعلام إسرائيلية من رسائل القوة التي لا تزال المقاومة تبعث بها رغم العدوان الوحشية على قطاع غزة